فانت يا برج القوس لازم تتعامل مع حزنك للمضيق خدما يعني في منكم اللي حزين كتير كذلك فممكن لبعضكم عم قول لبعضكم ما للكل ممكن لبعضكم فانت الشخص الذي يخدعه شركة معه معك بمعنى شي حدا متزوج وعم يخدع الشريك اللي معه معك انت فانت الطرف الثالث بهذا المعنى يعني بتشوف حالك طرف الثالث وحاسس حالك ضايع يعني ومش عارف الموضوع بشكل مضبوط كأنه الشخص الاخر يعني ما حكي لك الحقيقة كذلك عم شوف في ناس يعني عايشين بحوارات تقترا مع من حولهم او مما عم بيعانوا من اشخاص عم يحكوا عليهم يعني بشكل مومنيح وهذا الشي عم بحسسهم بالظلم او حتى موقفك ممكن يتعارض مع هدول الناس وانت تعبت من الوضع هذا ففي الحالة هذي الورق بيقلك يا برج القوس يجب عليك التحلي بالصبر وان تتيح لقلبك الفرصة للشفاء وان تتبع قلبك بشكل خاص كذلك يدعوك الورق الى الافصاح عن مدى اهتمامك بالناس اللي حواليك وتحويل هذه المشاكل او التحديات لصالحك فالامور يا برج القوس رح تتحسن سواء كان هذا زواج او اسرة او حتى اللي ينتظروا خبر حمل او ولادة فالامور رح تكون طيبة يا برج القوس فقط عليك بالصبر وكيف ما قلنا بالاول فقط توكل على الله والان سوف ننتقل الى ما هو عاطفي لان الناس اكتر شي بيتلبو هو الشي العاطفي فانا حاولت اختسر رح نبلش بصراحة عم شوف طاقات كثيرة طالعة عندي في طاقات مطلقين منفصلين في ناس عندهم خيبة اعمال في بداية جديدة في شغلات يعني طاقات كثيرة فرح نحاول انو اه نخبركم اكتب الطاقات الموجودة عندي اولا شايفك يا برج القوس انسان روحاني وطاقتك روحانية عالية كذلك شايفك عم تفكر كثير في شخص معين ممكن يكون الشخص هذا قاطع معاك وطريقته في التعامل معاك يعني جافة او حتى ما عم يحسسك بقيمتك او بقيمة وجودك في حياته فمنكم اللي شايف الشخص هذا هو الشخص المناسب له وحاسس انو الحد كله وشايف انو لازم يكون حدك ولكن الشخص هذا يعني كأني عم شوفه قاطع معاك وانت بتعزه كثير كذلك في اللي يتعرض لصدمة كانت صدمة تقيلة نتيجة خيانة او الطلاق انفصال الحبيب تركوا لاني شايفاكن زعلانين بعد الحب والحسرة موجودة جواتكم بالرغم انو الشي اللي صار صار ولكن الزكريات يعني بعدها عم تحاصركم او كذلك شايف حلم ناس تكسر فممكن تكون هذي علاقة ثلاثية لاني عم شوف اشخاص حواليكم ولكن شايفا منكم اللي عم بعيد ترتيب اوراقه واموره من جديد وعم ببلش بداية جديدة فممكن يا برج القوس في عندك رجوع من الماضي لاني شايفا الحبيب يعني كأنه مر بتجربة قاسية سواء كنتو يعني منفصلين او مطلقين لاني شايفا عم ياخد فترة راحة وعم يعمل استشفاء وشايفا متواصل معاك يعني عم شوف في تواصل فكري بيناتكم يا برج القوس فالحبيب حاليا شايفاها بياخد فترة راحة لانه مر بتجربة قاسية متل ما قلتلكون وعم بيفكر في الشي اللي صار معاكم كذلك كذلك شايفا في منكون يا برج القوس اللي عم بيراقب الحبيب يعني عالسوشال ميديا هيك وعم يتقسى اخباره وعم بيراقبه وعمل حاله مختفي فانت يا برج القوس في منكم اللي عامل حاله وبختفي يعني بختفي عن الانظار يعني كأنه عم بيخبي مشاعر وعمل حاله وخلاص نسى الموضوع ولهم والشي ولكن شايفاء بالورق بعدك بتحب الحبيب فاحسن شي يا برج القوس في الحالة هذي يعني انك تخلي الموضوع على الله وتتوكل عليه وتحاول تحسن وتحس كذلك بالطاقات التي تدور حولك شايفا في تعلق يعني في تعلق عندي باشخاص معينين طلعوا من حياتكم بس بعد ما عم شوف يعني في تعلق بهالناس هذول كذلك شايفا منكم يا برج القوس يعني اللي عنده احساس بالفقدان كأنه خسر حدا بيحبه سواء كان الزوج او ابوه او حدا من العيلي او الحبيب فكأنه هالاحساس هذا عم بيخليك تعمل حاجات يعني لا تتوافق مع شخصيتك ومعك انت شخصيا مثل العصبية التفكير الزائد التفكير السلبي الحزن عم تطلع كتير يعني عم تخرج تعمل شغلات عشان تنسى فأيا كان الشخص هذا فهو متواصل معك بالروح وانت كذلك قادر انك تتواصل مع الشخص هذا لانك شخص روحاني كثير ولديك القدرة على التواصل فخلي الامور تمشي لوحدها لان الله سوف يساعدك كذلك في اللي بتمسك بالماضي وعايش في الاخبطة فانت اول ما هتقرر انك تترك الماضي سوف تصبح قادرا على المضي قدما يعني انك تعمل شفاء وتشوف الامور صح فالشخص هذا هو بعده بيفكر فيك بس هو ما متخد قرار يعني بيفكر في الشي اللي صار حتى اذا كان الانفصال اللي بيناتكم او الشي اللي صار له مدة طويلة بعده في افكار في شي كأنه في تواصل هيك شغلة ففي بداية جديدة عم شوفها قدامي في منكم اللي عنده حب جديد دخل حياته او راح يدخل حياتك وشيفها منكم اللي فرحانين بالشي هذا فرحانين بالشخص هذا او البداية الجديدة او اذا بعده ما دخل حياتك في شخص جديد جاي بالطريق رح تكون سعيد بدخول الشخص هذا والبداية الجديدة هذه التي ستكلل ان شاء الله تعالى بالزواج بعد تجربة قاسية مررت بها او ظروف صعبة يا برج القوس خصوصا انك انت اصلا يا برج القوس يعني انسان مكافح ولا تستسلم بسهولة في طاقات عندي كثيرة بصراحة في منكم كذلك اللي تعرفوا على شخص جديد وحاسين معه بالامان ولكن بعدهم عم بفكروا بالحبيب القديم والحبيب القديم وتعبانين من الموضوع فكأن شيفك شيء احمال من الماضي يعني خداع حبيب تركك وطلع من العلاقة فجأة الحبيب اختفى شيء طلاق في منكم اللي عرف انو الحبيب بيعرف بنات يعني كثير وهذا الشيء جرحه من جواته وخلاه في مفترق الطرق عم تفكر انت شو راح تعمل بالوضع هذا فاول شيء انا فيه تعلق عندي انتو لازم تفكوا التعلق هذا في منكم اللي بيراقب كتير خفوا شوية مراقبة كذلك في منكم اللي شايفاكم متواصلين ومركزين على التواصل الروحي مع الحبيب كأنو فيه جذب ارسال رسالة للحبيب عمل استشفاء روحي كذلك في منكم البرج القرس هناك شخص يا برج القرس بيراقبك وبيفكر فيك وبيحبك يا برج القرس وحاطة تعينه عليك وعايز معاك بداية وهذا الشخص هو من النوع اللي بياخد وقت قبل ان يتخذ اي خطوة كذلك يا برج القرس عم شوف في حدا بيراقبك عالسوشال ميديا ممكن يكون هذا الشخص من الماضي كأنه من الماضي عم براقبك عالسوشال ميديا برج القرس فكن حذر يعني كأنه انت ما بتعرف كذلك فيه شي حلو يعني فيه منكم اللي عنده شخص مهتم به جدا وهو سلميت فاذا كنت تعرف حد يعني بتحبه فالشخص هذا شايفك انسان مناسب ليه حتى اذا كنتوا يعني منفصلين من فترة لاني شايف الشخص هذا يريد فرصة تنفيه ثانية معاك فيه حدا ممكن يكون من الماضي بده فرصة معاك وهو طامح في فرصة جديدة لاني شايفاه ما ددلك كاس الحب ويتطلع لبداية جديدة معاك فممكن يكون يعني شخص جديد او شخص راجع يعني من الماضي ولكن بشكل جديد كأنه غير شغلات جواته بحياته هيك بس هيكون في اختلاف كذلك فيه منكن يا برج القرص مو نشغل بالعمل وفيه اللي عاطي ظهره لكل شي وفيه منكم اللي عم شوفوا عنده احمال واتقال يعني تعبان نفسيا هيك فالامور رح تتعسن غالبا رح تتحسن الوضع ورح تتغلب على هذه الاحمال ورح تكون فيه فرحة بنهاية الطريق يا برج القوس فيه عندك فرحة ولكن الموضوع هذا رح ياخد شوية وقت برج القوس بدي شوف شغلة فيه طاقة ظهره عندي بس حبيت يعني اتأكد منها يعني فيه منكم اللي تعبانين من شغلات صارت بالماضي ومجروحين وعم يطلعوا على حدا خدعون او حبيب اختفى فجأة او زوج تخلى عليهم بالطريق او هذا الانسان زيغ نساء عم يعرف بنات كثير هاي وهاي وهم حاسين انه اختيارهم كان غلط لانه الشي اللي صار صدمهم كثير وحطمهم يعني كأنه الشغلات جاية متتابعة وحطم شغلات جواتهم وهم كانوا بيحبوا الشخص هذا اوه وهذا الشي خلاهم في مفترق مش عارفين ياخدوا قرار فاموركم رح تتحسن بالرغم من انكم مفتقدين يعني عم شوفكم مفتقدين الشخص هذا فانتو رح تمسكو زمام الامور ورح تطلعوا من الشي اللي صار سواء كانت صدمة على قتلاتية يعني كذلك طلعت عندي ورقة يعني كأنه في شخص كذلك في ناس فات شخص على علاقتهم يعني سواء كان من العيلة او كان شخص يعني منافس لعلك يعني طرف ثالث او خداع صار معك فالامور رح تزدهر يا برج القوس لانه طلعت لك ورقة الحب لايثون ففي عندكم في عندكم بداية جديدة مع شخص يعني انتو بتحبوه او رح تحبوه كتير او رح تحبوه كتير فخلينا نشوف طاقتك يا برج القوس خلينا نشوف طاقتكم فشيفك حاليا يا برج القوس متزن في عندك بداية جديدة لشيء ما سواء كان في المجال العاطفي او في المجال العملي اه كأنك حاسس بالقوة لانه اصلا طلع لك هون ورقة حاسس بالقوة وبتفكر في مستقبلك سواء كان بزواج من حدا تاني اه شراء منزل فيه اللي عم بيفكر بمنزل او سواء كان حمل او وظيفة جديدة كذلك في منكم اللي عم بيستنى اخبار رسالة اعتدار ممكن من الحبيب او رجوع لحدا في منكم اللي مستنى لحدا من الماضي اه بتحبه كتير اه كأني شايفاك منفصل منفصل عن العالم واخد موقف وقافل كل شيء اه كأنك عم تخبي مشاعرك او في منكم اللي عم يخفي حاله مختفي وعامل روحك ولا على بالك ولكن منك هون اللي عم بيراقب من بعيد لبعيد فكأنك عم تفكر تاخد قرار اه قرار في موقف شيء بدك اياه في علاقة تكون صبور يا برج القوس لانه في عندك بداية جديدة جاي اياك بالطريق وفي نجاح عندك يا برج القوس وفي استشفاء جاي بالطريق كذلك بصراحة طالع اللي فيه منكم يعني طالعا لك ورقة اه الحظ بس فيه منكم اللي صار معه طلاق يعني انفصال بسبب علاقة ثلاثية يعني يعني خلته حزين ومربط مش عارف ياخد قرار فامورك وشيفاه يعني اللي وحده فامورك رح تتحسن يا برج القوس يعني لاني شايفة في عندك بداية جديدة مع حدا رح تحبوه الموضوع رح ياخد شوية وقت يا برج القوس فانت لازم تكون صبور وتتوكل على الله وتخلي الامور تمشي وتشوف حياتك وتبعد عن الطاقة السلبية كذلك شايفة منكم اللي متعلقين بشخص من الماضي شخص تخلى عنهم او او راح وتركهم فشايفة انو الحبيب بعده بيفكر فيك يعني شايفة فيه طاقة تعلق عندي واضحة اه بينك وبين الحبيب سواء كان طلاق او انفصال كذلك شايفة فيه رجوع يعني اللي شخص بتحبوه انت متمسك فيه وفيه مساعدة رح تجيك من الله شايفة فيه عندك مساعدة من الله رح تجيك فيه زواج لبعدكم بعد استشفاء شايفة فيه منكم اللي رح يتزوجوا فانت يا برج القوس محتاج انك تتواصل روحيا مع نفسك الداخلية وتعمل استشفاء وتشحن الطاقة الايجابية من خلال انك تترك كل شي على الله وتهتم بنفسك اه وبصحتك وبلبسك و وتتق في استحقاقك اه لنفسك مثلا انا استحق هذا المنزل انا استحق هذا الزواج او انا استحق فلان فكما يقال انت تجذب ما تفكر به فيه مساعدة جايك بالطريق يا برج القوس اه 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 شايفة فيه معجب اه كذلك عندكم او شخص جديد اه جايكم بالطريق كذلك شايفة فيه منكم اللي عم يعمل فيه تغييرات بحياتهم فيه ارتباط يعني عندي واضح الموضوع هاذا فيه ارتباط لبعضكم هدول فاقدين الامل وحاملين هموم وما راح يكونوا متوقعين فيه عندي طاقات كثيرة بصراحة يعني ممكن يعني كل الطاقات ولكن بنسب فعندي طاقة نارية مائية اه ترابية هوائية فيه عندي جوزاء طور اسد الجدي ميزان دلو جميع بشوف يعني كل الطاقات بس بنسب بشوف الطاقة الهوائية اكتر برم برم من كذلك